تبعنا مع حضرتكم كلمة رئيس الأمريكي جو بايدن خلينا في تفاصيل أكثر سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق مساء الخير يا فندم خير عليك يا فندم وعلى مستمعينك العزاء يعني يمكن شحنة الأسلحة الأمريكية وإيه اللي جو بايدن صرح بأنه لن يقدم هذه الشحنة أو لم يدعمه إسرائيل مرة تانية بشحنات أو أسلحة يعني حضرتك تعليقك لا وانا الحاجات دي يعني إسرائيل بتبصلها كموضوع مستقبلي لكن هو عندها والمقسونة عندها وهي لما بتصدع على شحن السلاح لإسرائيل بتطلعها من مخازن الطوارئ اللي موجودة عندها في إسرائيل لأن أمريكي عندها مخازن طوارئ في إسرائيل كبيرة مش أولية لك لكن احنا بنقول يعني هو لو عاوز يوقف الموضوع ده من زمان كان عمله من زمان من أول شهر حصل في الأزمة هو هما دلوقتي بيدوها فرصة أنها تضغط على حمل لأن النهاردة المفاوضات دايماً بتبقى بين أطراف بتبقى كل واحد بيستخدم قوته للضغط على الثاني في المفاوضات فكله بياخد لأقصى درجة ممكنة من الضغط أنه يدفع خصمه إلى حفة الهوية وبالتالي بيبقى عايزة وقت فالنهاردة لما النهاردة هو عاوز يسبب جدية التحديد لحماس تبيعي بيقول لك أنا حقتحم رفح بري ده مش هيمفع أنا قلت مش هيحصل أبداً لأن الكسافة السكانية في نهاية المطاف ما قدرش يتصرف لها أكثر من كده فهو يعايد يباين جديته في الموضوع يوم يقتحن أطراف المدينة لما كده مثلاً بايدن بيقول له لو رحت المنطقة السكانية الكسافة السكانية يبقى أنه أخذ أطراف المدينة راح على طرف مدينة كان أوزع منشورات على الناس والناس مجي وراحت في الشمال عند المخيمات اللي موجودة سواء اللي مصر عاملها أو اللي إسرائيل عاملها فبيروحوا هناك طب هو بقى بيقول أنا هزود وحدخل أكثر راح ناحية معبر رفح معبر رفح أو معبر أبو سالم ليه اثنين فستهم إيه دول اللي تعملوا المعابر دي واتفاقية العمل فيهم من وقت السلطة في الإسلامة كانت مستخدمة الحكم الزياتي وكان الاتفاق في الإدارة الجانب المصري بيدير الجانب المصري بتاعه الجانب الفلسطيني كان بيديره إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومجنة من أوروبا مختارة بيتنفيذ هذا الموضوع لما حماس عملت انقلاب على السلطة الفلسطينية إسرائيل منعت حماس من الإدارة ما حقفهش مكان السلطة الفلسطينية والأوروبين مشوا وبقت إسرائيل هي اللي بتحكم في المعبر توقف الدخول أو في قروب طبعا كان أمور عادية وبسيطة ما فيهش مشكلة هو النهاردة بيستخدمها كوضع في الاتفاعل قديمة إنه هو يستخدمها في يمنع المساعدات تخش لأنه مش عايزه المساعدات تخش اللي رفح لأنك الرفح بتخش عندها المساعدات بسهولة هو عايز يقفل عليهم المساعدات عشان يبدأ يبقى الضغط عليهم من ناحية المعيشة ومن ناحية الضغط على بالضرب في الأهداف المختارة عمل عنده وبالتالي بإيه الضغط نزوحي الناس من رفح سؤال برضو يا فندم سيطرق إلى الذهن ناس كثيرة جدا بأن تصريحات بايدن الخاصة بمسألة الأسلحة هل هنا حضرتك ذكرت بأن الجيش الإسرائيلي عنده أسلحة كثيرة يعني هل هذه توقف الشحنية أو عدم الدعم ممكن يؤثر ولا لن يؤثر وهي مجرد تصريحات لا هو إسرائيل بتعمل حسابها على المستقبل يعني النهاردة هو لما يطلع قرار دلوقتي لو أنتم ما عملتوش حوق في اللي صفح لحد ذلك حيبقى في المستقبل الشهر هذا الشهر الجاي شهر لبعض لكن هل هيأثر على منع إسرائيل أنها تنفذ لو عايزة تزود الضغط على حماس ما هو مديه لها الوقت الوقت مديه لها أنها تضغط على حماس عشان تقبل بتنازلات جديدة صحيح طيب تمام الكلمة أيضا والتصريح بشأن بأنه إذا تم ضرب المناطق السكنية طيب ما هو ما بقاش فيه مناطق سكنية هما الحقيقة ما تبقى من أهل غزة كلهم مقيمين في خيام يعني خيام يعني ما هياش مناطق سكنية بشكل كبير ولكنها مجرد خيام هل هنا لا بوقع يقصد مدينة رفح نفسها مدينة رفح نفسها مدينة رفح نفسها فيها المليون وشوية طيب هل هذا يؤكد بأنه زي ما حضرتك ذكرت بأن الضرب سيظل فقط على المحاور الخارجية من الخارج؟ بالضبط وأهداف هو يرصدها يحتمل أنه ما اعتمر فيها أنه فيها حد من حماس الأهداف فردية حاملة بالمدفعية والغزو اللي عمله بالنسبة لأطراف المدينة لكنه ما دخلش المدينة نفسها وأطرافها والمعابر الاثنين دول يضغط بهم على سكان رفح لأنهم يتركوها أيها المساحة يا فندم كمان مش كبيرة فالضرب بيؤثر أكيد يعني مؤكد أن الكسافة سكانية جاءت عالية طبعا السكان في سكانية عالية فلازم يؤثر فيها الضرب بالتالي هم ميبصوش لموضوع الدئي مات ولا الدئي الضرب ولا أطفال ولا أجبال دي عندهم عقيدة أديمة في أسفر عهد الأديم من لو قررت السوفي يشعب يشعب نون اللي عملوه في غازو كنعمين الإنسان يشيب من الكلام اللي موجود فيه والقتل اللي موجود فيه وبالتالي العقيدة بتاعتهم ماشية على هذا الأساس بدليل أن يوم ما دخلوا فلسطين سالثمانية واربعين وهم بعملوا مذابح صحيح طيب عقلية عقلية المحتل الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي لما يسمع هذه التصريحات من البلد التي تسنده وتدعمه طول الوقت يعني هي في ظهره والجميع يعلم بأن أمريكا طول الوقت في الظهر لما يسمع بأنه في تصريحات اليوم وتشديدات وأيضا انتقادات من الجانب الأمريكي بأنه يعني مش حيدعم ومش حيقدم أسلحة وأنه الأسلحة اللي أخدها الجيش الإسرائيلي كانت سبب في قتل مدنيين ده ممكن يغير حاجة في العقلية الإسرائيلية عقلية الجيش أو المحتل ولا هي أيضا هو عارف أنها مجرد تصريحات للرأي العام بشكل عام هو يعلم تماما أن الغرب مدعمه من يوم ما تنشأ وأنه وقف ظهره من يوم ما تنشأ وهم معظمه جايين من الغرب فعارفين القدرات والكلام ده كله عارفين من الوقت اللي بتكلموا فيها دي وإنت عندك مثلا شوفي الإسلوب اللي أمريكا اتخذته في الموضوع غزة بتاع 27 أكتوبر لغاية النهاردة عملية تسوير في موضوع وقف إطلاق النار وبص كده اتذكري موضوع 73 طول ما احنا كنا منتصرين ما يوقفش يطلق النار لغاية يوم 22 أما بدأ يضغط على الجانب الإسرائيلي أنه ينفذ مهمة في استغراء علشان يقدر يعمل يوافق على اطلاق النار إذن هو الدعم هنا موجود والناس عرفاهم وحفظينه كويس سواء السياسيين نفسهم لكن هما الخوف عندهم دلوقتي من حاجة واحدة بس المظاهرات الطلابية اللي موجودة في الجامعات لأن دي ستين جامعة من الصفوة اللي بيدخل فيها الصفوة بخير اللي انت مثلا جامعة من جامعات دي يتقدم لها في السنة بتاع حوالي سبعة تلاف واحد ياخد منهم ستين أو سبعين طبعا فده صفوة فهم بيخافوا من دي أن الجيل الجديد اللي هطلع من أمريكا عنده فكر مختلف بالإضافة إلى الشعب الأمريكي بيتأثر بكلام الناس دي فهنا الخوف من الحسن وده ضغط على متين يهو دلوقتي مش بايضي ده اللي ضغط على متين يهو دلوقتي وفي نفس الوقت برضو تبقى أمريكا بتقدم هذه التصريحات علشان الشأن المحلي الأمريكي يبقى شايف أن هي برضو بترفض بعض الأشياء زي ما حضرتك ذكرت أنا بشكرك شكرا جزيلا لواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق